هو مرض الصعار او ده الكلب او المسمى بالصعار عبارة عن ايه الصعار التهاب نخاعي فيروسي حاد مميت دايما تكون بدايته عبارة عن احساس بالخوف البنقادم اتكلم بقى على اعراضه في البنقادم احساس بالخوف صداع حرارة عالية وحمة توعق رعب رعب من المية خوف من المية والهواب بالطريقة رهيبة جدا بتزداد الاعراض المرضية دي لما توصل للشلل تشنج في العضلات مش عارف يبلع فيها زيان طول مقاعد كان في بعض الفيديوهات موجودة ببعض الناس بس بصراحة انا شفتها لقاتها مرعبة جدا وانا ما استحملتش اتفرج عليها فما رضيتش اعرضها اللي هو واحد انسان مصاب بالحالة دي وبعض الناس صورهم على الموبايل وكانت صعبة جدا ان انا اعرضها على الشاشة يبقى فيها زيان بتستمر الاعراض دي لتصل الى 2-6 ايام بتحدث بعدها على طول دايما الوفاء بسبب ايه شلل في عضلات الايه التنفس لانه خاصة باعتش فيه شلل في كل حاجة وخاصة عضلات التنفس ما باعتش بيتدار ايه يتنفس فالانسان يموت بعدها ايه السبب ايه العامل المسبب لهذا المرض هو الريبز فيروس وهو عبارة عن فيروس الكلب او الريبز فيروس ده منتشر في مماطق عديدة جدا من العالم وبيسبب تقريبا 40 الف حالة وفاة سنويا على مستوى العالم سنويا بتعتبر النسب دي قلت عن الماضي لانها كانت في القرن الابل كده القرن الماضي كانت رهيبة جدا واعلى من كده بكتير وعشان بتطعيم الروتيني اللي احنا شغالين عليه والارشاد اللي احنا شغالين عليه تطعيم الحيوانات المنزلية وخاصة الكلاب فعالية النظم العلاجية والوقائية للحالات اللي بيتم اكتشافها فقلت النسب دي لكن كانت رهيبة قبل كده الكلب مرض في الحيوان اساسا والمناطق الوحيدة المنطقة الوحيدة الخالية من المرض هي تقريبا اليابان واستراليا ونيوزيلاندا احيانا وبعض المناطق في اوروبا خلي بالكم مصدر العدوى او الرزفوار بتاع العدوى او الخزان العدوى بيشمل العديد من الحيوانات في اولها كده مقدمتها الكلاب والقطط وبعدين السعالب وبعدين الزئاب وبعدين ابن قاوي اللي احنا شفناه قبل كده في حلقة من الحلقات الخفافيش برضو دي كلها مصادر او خزانات للعدوى لمرض الايه السعار احيان ندرة ممكن الفقران والارانب البرية وحاجة للسنجاب ممكن برضو ينقل عدوى مرض الكلب طرق العدوى بتنتقل ازاي لو احنا فيه شوية صور احنا بنزلناها على الكلب يا بلن نشوفها العدوى بتنتقل من الحيوان الى الانسان عن طريق اللعاب ادخال اللعاب اللي هو اللي كله فيروس خلال قطع في الجلد او عن طريق العكر او الخدش او الجروح زي ما احنا شايفينه دلوقت كده الخدوش الجروح اللي بتحدثها الحيوانات في جلد الانسان بمخالبها ان ممكن وجود اثار للعاب تحت مخلب الكلب زي ما انتم شايفينه كده وجود اثار للعاب الحيوان تحت مخالبه بتستمر فترة الحضانة انتم عارفين فترة الحضانة اللي هي ايه اللي هي من بداية الاصابة لزهور الاعراض تستمر للفترة الحضانة دي من ثلاثة الى ثمان اسابيع بعدها بتظهر الاعراض اللي احنا قلناها الشلل والتنفس والخفم المية والخفم الهوى بيوصل في الاخر الفرد المصاب ده بسرعة لو رحناش لطبيب متخص مطبق الصحة الوقائية يحصل الموت او يحصل وفاة هذا الانسان فورا بيشمل العلاج اعطاء المصر الوقائي والتطعيم المتخصص ضد ايه المرض مهمة اوي ان المريض اول حاجة نعملها بننظف وبنطهر الجرح بعد كده بندي المضادات الحيوية وبعد كده التطعيم بالاضافة الى التطعيم ضد ايه التيتانوس بجرعة ممشطة ضروري كده الى جانب التطعيم التطعيم ضد التيتانوس مرض في حاجات كتير اوي نصائح وقائية نقولها اللي هي زي ايه مثلا يعني على سبيل المثال الحاصر اللي بتعاد قدر الامكان عن اماكن وجود الحيوانات البرية خاصة اللي هي احنا قلنا محتمل ان تكون خزان للعدو اللي هي زي التعالب زي الاوضل زي الكلاب اللي هي احنا هنا لسه من قيمة ديئتين في الحلقة دلوقت رقم اتنين في حالة وجود حيوان عليه اعراض غير طبيعية لازم ابتعد عنه ولازم ما حاولش اتحرش به وبسرعة ابلغ المختصين من الطب البطري يتخذوا الاجراءات المناسبة او ابلغ الشرطة او ابلغ الامطري الطب البطري طيب لو حالة لو انت تعضيت حالة تعرض لانت العاكر من حيوان اول حاجة تطهير الجرح بالمية والصابون اول حاجة تعمل بسرعة مية والصابون والطهر ايه الجرح تجري على اقرب وحدة صحية او مركز للصحة الوقائية عشان يبدأ معاك العلاج وقل له انا تعضيت من ايه من كلب عاكر او كلب ماشي بعد كده معروف للجميع ان نجاح العلاج في الحالات دي يعتمد اساسا على سرعة بداية العلاج والانتظام في تطعيم في جرعات تطعيم حسب الموعيد اللي يحددها الطبيب المختص بتاع الصحة الوقائية ده اخطر مرض واهم مرض احنا نتكلم عنه اخدناه ارقم واحد اللي هو مرض الايه الصعار ليه احنا قلنا عليه كده اخطر مرض ليه لانه نهايته ما فيش موت انا والله شفت فيديو مع الدكتور حسن ويني حاجة حاجة ترعب يعني بيخاف من اي حاجة شوية الماية بيصرخ بيصوت وعلى ما فين يشخصه ان ده صعار يكون البناء ادم تكعى الله تكعى الله ومات يعني خطير جدا موضوع الصعار ومو دايما نخلي بالنا نبعد على الاماكن اللي فيها الاماكن الحيوانات اللي تبقى خزان للمرض ده زي ما احنا قلناها الكلاب والقطط والتعالب والحاجات اللي هي الصغيرة اللي هو ابن قاوي ومعرفش ايه والحاجات ديها تدخل بنا منها الحاجات اللي شكلها غريب نبعد عنها بقدر الامكان الناس ما تمشيش في الشوارع وسايفة كلابها كده لازم يكون فيه كمامة على الكلب اللي هو معاه الرخصة ومعاه رخصة خاصة به ومتحصن كوي ضد السعار الحاجات دي كلها من الوقائيات تد هذا